بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسمين في لقاء سابق بفضل الله انتهينا من الدرس الذي ذكرناه وهو تركيب الأحوال والظروف أورد الشيخ اعتراضا وأجاب عليه قال فإن قلت قد وقع التركيب المذكور فيما ليس بظرف ولا حال كقولهم أي العرب وقعوا في حيصة حيصة أي في شدة يعسر التخلص منها فأجاب الشيخ بقوله هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه والمقصود بمعنى شاذ أي خالف كلام العرب يعني وافق الاستعمال عفوا يعني وافق الاستعمال يعني استعمال العرب وخالف قياس النحويين فالعلماء يسمون هذا شاذ مقبول لأنه لو خالف القياسة والاستعمال يسمى شاذ مردود فالعرب تكلمت بهذا الكلام قالوا وقعوا أي هؤلاء الناس في حيصة حيصة ومعنى في حيصة حيصة يعني في شدة يعسر التخلص منها فنلاحظ أن كلمة حيصة حيصة ليست ظرفا وليست حالا يعني ليست ظرف زمان ولا مكان فلا لا تعرى بحال ولا تعرى بظرف فهنا يعني وقع التركيب فيما ليس بظرف ولا حال يعني هذا المثال ليس ظرفا كالأمثلة التي استشدنا بها منذ قليل وليست حالا فقلنا هذا يسمى شاذ طيب ولم يقع في التنزيل تركيب الأحوال ولا تركيب الظروف كل هذه الأمثلة وقعت في كلام العرب لكن لم تأتي في آية قرآنية الذي وقع في القرآن الكريم أو جاء في القرآن الكريم هو تركيب الأعداد إني رأيت أحد عشر كوكبا فانفجرت منه إثناث عشرة عين عليها تسعة عشر أي على كلمة سقر تسعة عشر ملكا يحفظون أمرها الآن أحبات الكرام نتحدث بمشيئة الرحمن عن النوع السادس من المبهمات أو من المبنيات يبقى النوع السادس من المبنيات الزمن المبهم المضاف لجملة نكتب هذا الكلام كي أشرحه لكم أيها الأحب الكرام النوع السادس النوع السادس الزمن المبهم المضاف لجملة طيب قد يقول قائل من أحبابنا الكرام السامعين الزمن معروف الزمن يعني ظرف الزمان مثل كلمة يوم شهر سنة مساء صباح عشاء كل ذي ظروف زمان لكن نريد أن يكون ظرف الزمان مبهم ما المقصود بالمبهم يعني ما لم يدل على وقت بعينه يعني كلمة حين لما قل مثلا جلست حينا أو ساعة أو وقتا كل هذه الظروف زمان مبهمة يعني تدل على وقت بعينه يعني طيب الظرف المبهم هذا الذي قلنا عنهم بأنه لا يدل على وقت بعينه يضاف إلى جملة كقول الشاعر على حين على حين عاتبت المشيبة على الصبا وقلت ألم أصح والشيب وازع يعني الشاعر هنا يعاتب نفسه أنه شاب شعر رأسه وما زال يعني نفسه تتوق إلى الشهوات والمعاصي والملذات فعاتب نفسه قائلا على حين عاتبت المشيبة على الصبا وقلت ألم أصح يعني أم أنا الأوان أن أستيقظ من غفلتي والشيب وازع ظاهر يعني في رأسه وشعره طيب يقول يجوز لك فيه أي في ظرف الزمان المبهم يجوز لك فيه الإعراب والبناء الفتح فتارة يكون البناء أرجح من الإعراب وتارة بالعكس فالأول إذا كان مضاف إليه جملة فعلها مبني اسمعي يا ولدي على حين المفروض على حرف جر حين ده ظرف زمان مبهم معنى مبهم يعني لا يدل على وقت بعينه يجوز لك في هذا اللغ وجهان الوجه الأول الإعراب تقول على حين لأن على حرف جر وحين اسم مجرور يعني ظرف مجرور ويمكن أن تقول على حين لماذا قال العلماء البناء أولى من الإعراب يعني يكون يبنى على الفتح لأنه أضيف إلى جملة فعلية فعلها ماضي والفعل ماضي كما تعرفون المبني فالماضي دايما مبني يقول عاتباء فعل ماضي مبني على الفتح ضاراباء فعل ماضي مبني على الفتح إذن هذا الظرف الأنسب له فلما أضيف إلى جملة فعلها ماضي والماضي مبني يبقى الأنسب أن يبنى على الفتح لماذا عشان تبقى فيه مناسبة بين الزمن المبهم وبين الجملة لأن كلمة عاتبت عاتب فعل ماضي وتأتي الفاعل والمشيبة مفعول به منصوب على الصبا جروة مجم متعلقان بالفعل نلاحظ أن هذه الجملة في محل جر مضاف إليه هذا الظرف الزمان أضيف إلى جملة فعلية فالجملة الفعلية التي أضيف إليها هي مبنية يعني على حرف جر وحين اسم مجرور بعلى وعلمة الجر الكسرة وعلى حين بالبناء على الفتح وهو الأرجح لكونه مضافا إلى مبني اللي هو عتبته طب لو عربنا على حين أقول على حرف جر حين ده اسم أو ظرف زمان مبهن مبني على الفتح في محل جر لماذا في محل جر لأنه مسبق بحرف جر اللي هو على لكن بني على الفتح لمجاورته للمبني وهو الفعل الماضي هذا ما قال أو الشيخ طب إن أجوز لعراب أقول على حين لأن على حرف جر تحتاج لسم مجرور لكن كما قلنا البناء على الفتح هو أولى لأن هذا الظرف المبهم أضيف إلى جملة فعليها فعلها ماضي الثاني إذا كان المضاف لي جملة فعلها معرب اللي هو المضارع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذه الآن في آخر سورة المائدة هذا اسم إشارة مبتدأ يوم بالرفع كده أعتقد اللي قرأ بالنصب أعتقد والله أعلى وأعلى منه سيدنا نافع هذا يوم وفي قرأ هذا يوما هذا اسم إشارة مبتدأ ويوم كلمة يوم هذا ظرف زمان مبهم لا نعرف لأنه ليس محدد هذا يوم ينفع لاحظ أنه ينفع فعل مضارع معرب يعني مرفوع على مترفع الضم الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جاز إذن يوم أضيف إلى جملة فعلها فعلها مضارع الفعل مضارع مرفوع يعني معرب يعني فنجد تقريبا جل القراء يقرؤون بالرفع لماذا لأن هذا الظرف المبهم أضيف إلى جملة فعلها فعلها مضارع والفعل المضارع كما نعرف معرب يعني يرفع وينصب ويرزم ولكن البناء الفتح هذا قليل وأعتقد أني قال بيك ما قلت سيدنا يعني نافع رضوان الله عليه طيب هذا يوم هذا يوم لقلنا هذا يوم هذا يوم يوم اللي هي ظرف زمان مبهم هقول مبنع الفتح في محل أي أولادي في محل رفع لأنه خبر في محل رفع لأنه خبر خبر هذا يعني جملة ينفع الصادقين صدقهم هذه الجملة كلها في محل جر مضاف إلي الحمد الله ذكر الشيخة قال فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعا برفع اليوم على الإعراب لأنه خبر المبتدأ وقرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء يعني سيدنا نافع قال هذا يوم على أنه مبنع الفتح في محل رفع لكن كل القراء قروا هذا يوم على الإعراب والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابا مثل سمت يوم الخميس يا سلام لم يقل هذا يوم الكوفيون قال هذه الفتحة فتحة بناء يعني مبنع الفتح في محل رفع البصر قال هذه الفتحة اللي قرأ بها سيدنا نافع دي فتحة إعراب لأن ظرف الزمان منصوب كقولك سمت يوما أو سمت يوم الخميس فظرف زمان منصوب يعني الفتحة ليست فتحة بناء ونعم فتحة إعراب هذا ما قاله البصريون تماما كقولك سمت يوم الخميس صام فعل ماض وتأتي الفاعل يوم ظرف زمان منصوب علامة النص بالفتحة ويوم مضاف والخميس مضاف لي هو هذا ما قاله أهل البصرة وإن كان خالفهم أهل الكوف النوع السابع المبهم المضاف لمبني سواء كان زمانا أو غيره ومراد بالمبهم ما لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه مستدون كلمة مثل وكلمة دون طيب وكلمة بين دون ومثل قال المبهم المضاف لمبني يعني كلمة دون ده كلمة مبهمة وبين كلمة مبهمة ومثل كلمة مبهمة وده يقولون هو شديد الإبهام طيب ما اللعظة قال هذا النوع إذا أضيف إلى مبني الجاز أن يكتسب بنائه كما تكتسب النكرات المضاف إلى معرفة من تعريفها طيب ومن خزي ومن خزي يوم إذ يوم إذ لحظة أن يوم مضيفة إلى مبني اللي وقال عليه شيخ المبهم المضاف لمبني يعني يوم يوم كده فقط بس يوم كلمة مبهمة لا نعرف يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد فكلمة يوم ده ظرف زمان لك مبهم أضيف إلى مبني لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون يعني إذن هذا الظرف هو مبني أضيف إلى مبني هذا الظرف قال المبهم لمضاف لمبني وده زمان يا أولادي يوم إذن يقرأ على وجهني بفتح اليوم على البناء يا من قرأ هذا ومن خزي يوم من قرأ كده يوم يبقى مبني على الفتح من قرأ ومن خزي يوم يبقى أعربها يبقى هذا الظرف المبهم لما أضيف إلى ظرف جاز فيه الإعراب وجاز فيه البناء والقراءة موجودة ثان ومن خزي يوم يبقى مبني على الفتح من خزي يوم يبقى مجرور بالكسرة على أن المضاف إليه قال تعالى ومنا دون ذلك منا جار ومجرور خبر مقدم ودون مبتدى مؤخر وبني على الفتح لإبهامه وإضافته لمبني شوف الآيال الكريم يا أولادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنا دون ذلك منا من حرف جر مبني على السكون ونا ضمير متصل مبني في محل جر بمن الجار ومجرور خبر مقدم متعلق من محذوف يعني ومنا مثلا فريق دون ذلك دون ده مبتدى وده مبتدى مؤخر هذا المبتدى هنا مبنى على الفتح ده مبنى على أولاد على الفتح يعني هنا مبنى على الفتح دونا مبنى على الفتح في محل رف لم نقل دون لا قلنا دونا طيب كلمة دون هذه يقول عنها العلماء متوغلة في الإبهام معنى ذلك أنها لو أضيفت إلى معرفة تظل نكرة بدليل أنها أضيفت إلى ذلك وذلك اسم من أسماء الإشارة والأسماء الإشارة معارف لأن المعارف أولا الضمائر كأنا وأنت وهو والأعلام مثل كلمة زيد وهند وأسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وأسماء المعصولة الذي والتي وأسماء والمعرف بأل مثل المسجد الحرام والمضاف إلى معرفة إذا مؤمننا دون ذلك دون ذه يعني إحنا قلنا على زمن مبهم أضيفة إلى معرفة لكن نظر لكلمة دون ومثل وكلمة غير متوغلة في الإبهام يعني حتى ونضيفة إلى معرفة تظل نكرة لما قل مثل مررت برجل مثلك لحظة مثلك وضيفة إلى الضمير ومع ذلك أعربت صفة لرجل وهي نكرة لماذا لأنها متوغلة في الإبهام هذا ما قصد الشيخ قوله يعني سبب البناء على الفتح لأنه متوغل في الإبهام معنى ذلك أنه لو أضيفة إلى معرفة يظل نكر هذا هو المقصود يعني ثم أضيفة إلى اسم المبني له اسم الإشارة لأن الاسم إشارة مبني يعني هذا وهذه مبنيان وكذلك هؤلاء مبني على الكسر لكن هذان وهتان يعربان إعراب المسن يقول ولو جاءت القراءة برفع دون لكان ذلك جاء زائزا هو بيفترض الشيخ لكن القراءة سنة متبعة لم يقرأ في القرآن ومنا دون ذلك قال دون لقى الشيخ يقول يعني لو جاءت مرفوعة لا جاز لأننا قلنا هذا الظرف المبهم المضاف لمبني يجوز بناءه على الفتح ويجوز إعرابه فلو على وجه العراب يبومنا دون على أنها مبتدأ مؤخر لكن لم يقرأ لأن القراءة سنة متبعة وقال تعالى لقد تقطع بينكم يقرأ على وجهين برفع بين على الإعراب لأنه فعل وبفتح البناء يا سلام لقد تقطع لقد تقطع بينكم لاحظ أن بين هو ظرف مبهم ورغم أن نوضيف إلى الضمير اللي هو كم ومع ذلك ظل نكرة لأن كلمة بين متوغلة في الإبهام لقد إلا موقع في جواب قسم وقد حرف التحقيق تقطع هذا فعل ماضي مبني على الفتح من قرأ بينكم على أنها فاعل تقطع ومن قرأ بالبناء على الفتح بينكم أصبح بين ظرف الزمان مبهم أو ظرف مكان لأنه بينكم ظرف مكان مبهم مبني على الفتح لماذا بني على الفتح لأنه متوغل في الإبهام ونقول بين مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف ليه والميم معلمة الجمع طيب أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه أن يكون الإسم غير مبني غير مسنى ولا مجموع نحو رجل وفرس أو مجموعة جمع تكسير رجال وفرس تقول لا رجل ولا فرس عندنا ولا رجال ولا أفراس بسم الله أما ما يستحق فيه البناء على الفتح فضابطه فضابطه أن يكون الإسم غير مثنى ولا مجموع جمع تكسير مجموع فنقول يا أولادي لا رجل لا رجل في الدار ولا رجال في الدار لا هذه تسمى عندنا في النحو إلا النافير الجنس هذه تعمى العمل إن لكن بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتان أقول مثلا لا طالب راسب لا رجل حاضر قال تعالى لا تثريب عليكم الشرط الثاني أن لا تقدم خبرها على اسمها إن تقدم تهمل لا في الدار رجل ولا امرأة الشرط الثالث أن تكون نصا في نفي الجنس ما معنى نصا في نفي الجنس يعني إذا قلت لا رجل في الدار نفيت جنس الرجال يكون موجود في الدار بعكس لا العامل عمل ليس لا رجل في الدار بالرفع هكذا هذي تحتمل نفي الوحدة ونفي الجنس لا رجل في الدار بل رجلان لا رجل في الدار تحتمل أن نص في نفي الجنس أقصد الجنس يعني العموم وممكن تحتمل نفي الوحدة لا هذه عندما يكون اسمها مفردا ونقصد بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف لا مضافكم منصوب لا طالب علم حاضر الشبيه المنون يعني لا طالبا للعلم حاضر فاسموها إذا كان مفردا ونقصد من مفرد ما ليس مضاف ولا شبيه من مضاف فنقول يا ولده لا رجل يبلاء نافي الجنس رجل اسمها مبنع الفتح طب لا رجالة مهجمع التكسير يعمل عمل مفرد بالضبط أقول باب برضو إيه مبنع الفتح هو بيتكلم على البناء على الفتح يا أولادي طب إذا أتيت بكلمة رجل وقلت رجليني أقول لا رجليني هنا يبنى على الياء لأن الياء نابت عن الفتحة طب لو قلت لا مثلا لا مسلمين أو لا مهندسين هنا أيضا يبنى على الياء لأن نسمي لا إذا كان مفردا ونقصد به ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف يبنى على ما ينصب به فالمسنى يبنى على الياء وجمع المذكر السلم يبنى على الياء لكن إذا كان مفردا أو جمع تكسير يبنى على الفتح فهو يقول أما ما يستحق فيه البناء على الفتح وليس على الياء لأن لو كان مسنى يبنى على الياء أقول لا رجليني في الدار طيب لا مهندسين في الدار هذا ما يقصده الشيخ يعني أما ما يستحق فيه البناء على الياء فضابطه أن يكون الاسم مسنى أو جمع مذكر سالم أنا هذا شرحت وفضل الله منذ قليل أما ما يستحق فيه البناء على الكسر أو الفتح فضابطه أن يكون جمعا بالألف والتا لما قل يا أولادي لا مسلمات لا مسلمات في الدار لا هذه كما قلنا لا نافية الجنس تعمل عمل إن مسلمات يجوز فيها الكسر والفتح لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة أقول خلق الله السماوات ليس السماوات وقال تعالى إن الحسنات لم يقل إن الحسنات فدايما جمع المؤنث ينصب بالكسر نيابع الفتح إذا لم أقل لا مسلمات يعني هذه الكسرة ده نابت على الفتح يبقى لا نافية للجنس مسلمات أقول مبني على الكسر في محل إيه؟ في محل نصب على إيه؟ لأن جمع المؤنث كما قلنا ينصب بالكسرة نيابة على الفتح يبقى هنا مبني على الكسر لأن جمع المؤنث كما قلنا في لان نافية الجنس يبنى على ما ينصب به يبقى هنا يا أولادي لما قل لا مسلمات يبقى مبني على الكسر لماذا؟ لأنه منصوب بالكسرة اللي هو زي خلق الله السماوات طب لما قل لا مسلمات أبنيها على الفتح يعني اضطراضا للقاعدة على أنه ليس مسنى وليس جمع مذكر سالم إذن يجوز هذان الوجهان في جمع المؤنث سالم فقط يجوز أن تبنيه على الكسر وأن تبنيه على الفتح إذا بنته على الكسر يبنى ما بنى على الكسر في محل نصم وإذا بنته على الفتح يبنى ما بنى على الفتح في محل نصم وهذا خاص كما قلنا بجمع المؤنث السالم ولما ذكرت اسم لا أوردت مسألتين يتعلقان بباب لا المسألة الأولى أن نسمها إذا كان مفردا ونعتب مفرد وكان النعت والمنعوت متصلين نحو لا رجل ظريفا في الدار جاز لك في النعت ثلاثة أوجه لنستمع إلى هذا الكلام أيها الأحبة الكرام بسم الله لا رجل ظريفا في الدار هيا بنا نعرف هذا المثال لا دنافين الجنس تعمل عمل إنه رجل ظريفا لاحظ أن الرجل ده اسم لا مبني على الفتح في محل نصر ما سبب البناء يا أولادي لنلا مع رجل مركبة تركيب 15 كالأمثلة التي سبق أن قلناها زي رأيت 11 فراجل مركبة معلاء تركيب 15 فبني على الفتح طيب ظريفا ده مبني على الفتح والعرب لا تركب ثلاث كلمات تركب كلمتين فقط وده وارد على العرب قالوا لا رجل وظريف إذن ماذا نفعل في هذه المشكلة نقول تخلصا من هذا الاعتراض أن العربة ركبت الصفة مع الموصوف ثم أدخلت عليهما لا إذن ظريفا مبني على الفتح نظر لتركب الصفة مع الموصوف وقلنا التركيب هذا يعني يجعل كلمة مبني على الفتح من قال لا رجل ظريفا بالنصب هكذا هيا نعرب نعرب يبلانا في الجنس الرجل ده اسمها مبني على الفتح في محل نصب انتبه لكلمة في محل نصب لأن بعض طلبة العلم قد لا تفهم كلمة في محل أنا أعطيك مثال كي تتضح لك المقادة إن هؤلاء وزيدا ناجحون لاحظة إن حرف توكيد ونصب هؤلاء ده اسم إن مبني على الكسر في محل نصب صح يا أولادي أهل مبني على الكسر في محل نصب لأنه تنصب هو نفس الذي قلته الآن لما قل مثلا لا رجل ظريفا يبدأ مراعاة لمحل لا مع اسمها عفوا مراعاة لمحل اسم لا لأن اسم لا ده مبني على الفتح في محل نصب كالهذا المثال إن هؤلاء قلنا دي مبني على الكسر في محل نصب كذلك رجلا ده اسم لا مبني على الفتح في محل نصب هنا ما قلت ظريفا هذه الصفة مراعاة لمحل اسم لا طب إذا قلنا لا رجل ظريف سيبوي اعتبر لا رجل مبتدأ إنها مركابة يعني فهنا معطوف على محل لا مع اسمها إذن هذه الصفة يجوز فيها ثلاثة أوجه في الإعراب لا رجل ظريفا لا رجل ظريفا لا رجل ظريفا قلنا إذا جعلت الصفة مبنية على الفتح يبركبت الصفة مع المصوف ثم أدخلت عليهما لا وإذا جعلت ظريفا منصوبة يبرعيت محل اسم لا لأن اسم لا مبني على الفتح في محل نصب وإذا قلت لا رجل ظريف يبرعيت لا مع اسمها فيمتدأ كما قلنا عند السبوية فاعطفت على محل لا مع اسمها هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته